أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة جديدة بعدوان نادي شركاء التوطين بهدف تقديم حزمة من الخدمات المميزة والحوافز لشركائها من المنشآت التابعة للقطاع الخاص المسجلة لديها الداعمة للتوطين حيث يمكن للمنشآت الاستفادة من رسوم مخفضة على تصاريح العمل الحصول على خدمات السجادة الحمراء ترقية المنشآة حسب العضوية وتقدم هذه الحوافز والخدمات وفقاً لنسبة التوطين في المنشآة حيث تقسم عضوية النادي إلى ثلاث فئات فضية، ذهبية، وبلاتينية على النحو التالي الفئة الفضية 0.5% نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين 2.5% في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين 4% في المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين ومميزاتها الحصول على الفئة الثانية للتصنيف باء إصدار تصاريح العمل للمستوى المهاري 1 و 2 برسوم 300 درهم فقط إمكانية إعفاء المنشآة من الضمان المصرفي شارة عضوية النادي الفضية خدمات السجادة الحمراء الفئة الذهبية 1% نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين 4% نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين 8% نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين ومميزاتها الحصول على الفئة الثانية ألف إصدار تصاريح العمل للمستوى المهاري واحد واثنان وثلاثة برسوم ثلاثمائة درهم فقط إمكانية إعفاء المنشأة من الضمان المصرفي شهرة عضوية النادي الذهبية خدمات السجادة الحمراء الفئة البلاتينية ثلاثة في المائة نسبة التوطين في المنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين سبعة في المائة في المنشآت ذات الأولوية المتوسطة للتوطين اثني عشر في المائة في المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين ومميزاتها إعادة تصنيف المنشآة إلى الفئة الأولى خدمات السجادة الحمراء مزايا وحوافز خدمة السجادة الحمراء الحصول على كافة مزايا النخبة ضمن برنامج الولاء تقديم ورش توعيات مجانية بقانون العمل أولوية التفتيش التقديري لحجم المنشآة الأولوية في إنجاز المعاملات الحصول على الدعم الفني مباشرة عند تقديم الطلب والمزيد من المزايا والحوافز الأخرى لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأعضاء النادي ep.mohre.gov.ae أو من خلال مركز الاتصال 860 توطين نادي شركاء التوطين ترجمة نانسي قنقر